النهاردة الأهلي هيقابل فلامينجو بطل البرازيل في كاس العالم للأندية على المركز الثالث والرابع الأهلي كان خسر من ريال مدريد في قبل النهائي وفلامينجو خسر من الهلال السعودي كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة إن شاء الله هنتابع ووراكم يا رجالة إن شاء الله تعملوا مباراة حلوة جدا وتكسبوا كمان الزمالك خسر في افتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا قدام فريق بلوزداد الجزائري بهدف نظيف دعونا نتكلم أكتر مع عبد الحميد فراج النقد الرياضي المنوارنا في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا بساند صباح الخير يا محمد سعيد النافض يفيدكم نارت يا أهلا بيك قبل ما نتكلم عن استعدادات الأهلي بشكل خاص خلينا نسلط الدوق شوية على المنافس فلامينجو فلامينجو البرازيل طبعا من الفرقة الميازة جدا والفرقة القوية ومن فرقة القمة في القرى الأمريكية بس مش بس في البرازيل وزي ما استعرضنا كده في المؤتمر الصحفي كارلو أنشلوت المدير الفني لريال مدريد لما تكلم على البطولة بشكل عام وتكلم على المنافسات وبيحترم فريق الهلال السعودي كذلك المدير الفني الفريق البرازيلي بيتكلم بشكل طيب جدا على مواجهة النادي الأهلي لأن هم عارفين أن دي بطولة بتجمع أبطال القارات أو ممثلي كل قارة فريق فلامينجو كان مفاجأة بالنسبة لنا أنه هو يخسر من الهلال السعودي لأن كانت ترشيحات كلها بتقول أنه هو الأقرب للتقاهل للمبارد النهائية ولكن الحمد لله الممثل العربي للكرى السعودية والكرى الأسرائية الفريق الهلال السعودي بمحترفيه بالعناصر الموجودة عنده قدر يفوزه لنتيجة طيبة ونتيجة كبيرة 3-2 قدر يحقق نتيجة جيدة ولكن ده ما يقللش أبدا من فريق فلامينجو اللي عنده عناصر كويسة على المستوى الفاردي اللي عنده قدرات بدنية وقدرات فنية كبيرة جدا الفرق البرازيلية عموما أو الفرق اللي في كارة أمريكا عموما دايما الشكل العام بتاعها هو شكل اللعب القرات الكميلة أو الكرة القريبة واللي احنا بيحبها بشكل عام التنقل بالقرة بشكل كويس الفريق بيتحرك كله كوحدة أعتقد أن مارسل كولر درس الفريق ده بشكل جيد وتحديدا مباراته مع الهلال السعودي خليته يقدر يبص على الفريق أكتر وأكتر ولكن الأداء اللي أدى به النادي الأهلي أمام ريال مدريد يخلينا برضو متطومنين أنه هيبقى المباراة كتف بكتف ونقدر نقول خمسين خمسين ما فيش فريق يعني ليدنج يعني التاني طب أنا كنت أتكلم عن الكوليرد دلوقتي تفتكر أنه هيلعب بنفس التشكيلة بتاعت مباراة ريال مدريد ولا هيغير أتخيل أن أهم تغيير ممكن يعمله أو الفكرة اللي كل الناس تكلموا عنها كمان بعد المباراة ووجود حمدي فاتحي حمدي فاتحي من العناصر باللغة الكرة كده ما ينفعش يقعدك لازم يبقى فيه عمق في وسط الملعب بسلاسي في وسط الملعب احترامنا كامل لمجد أفشا والأدوار الهجومية اللي ممكن يقوم بيها ولكن فكرة أننا بخلق عمق بسلاسي في نص الملعب أليو ديانج وحمدي فاتحي والسولية بيعمل ترابط بين الخطوط في الموجودية وده هتبقى مهمة جدا في مباراة زي مباراة فيلمينجو المهاردة عشان كمان خلينا نعترف وخلينا نتفق أن الكرة الأمريكية والكرة الأوروبية أفضل بكثير من الكرة في أفريقيا وفي أسيا فيه نمازج بتظهر بشكل يعني كويس وبشكل فاردي زي الهلال في أسيا زي الاهلي في أفريقيا ولكن لسه يظل الفارق الفني والبدني وفارق لعب الكرة وفارق شخصية البطولات اللي زي دي دي بطولة تعتبر بطولة عالمية ومحفل عالمي وبتضم كل القرات أعتقد أن مهم جدا أن ناد الأهلي يخلق العمق ده في وسط المرعب بجانب وجود عناصر بتمسك الكرة يعني ممكن حسين الشحات يبدأ ممكن أحمد عبدالقادر أو طهر طهر يبقى موجود مش هيبقى فيه خلاف قوي على مركز الرأس الحربة إلا لو رجع تاني لفكرة كهرباء المهاجم الوهمي وده برضو هتزود شوية في فكرة ترابط الخطوط إن اللاعبة كلها تبقى قريبا بعضها وأعتقد ده برضو ممكن يكون حل أفضل لمرسي الكرة طيب ده عظيم جدا فنيا للنادي الأهلي عامل إزاي يعني إحنا شفناها في المباراة ريال مدريد رحيم يعني في آخر دقايق المشكلة كلها كانت في آخر دقايق يعني هو حد دلوقت 88 وأنت متماسك 2-1 وقرأي حتى لو نتيجة خلصت كده وأنت خسران من ريال مدريد 2-1 بالمناسبة كانت أقوى من المباراة للعابها الأهلي مع برنم يونخ ومضيع فرص ومضيع فرص كبيرة فمستوى الأهلي فنيا عامل إزاي يطمن شوية نسبيا لجمهور النادي الأهلي بس زي ما قلنا ده ما يخليش أن يرتكن لأن فيه أداء جيد وأداء كان طيب قدام ريال مدريد فخلص المباراة سهلة فيلمينجو مش منافس سهل أبدا النادي الأهلي مش بس في الدقايق الأخيرة أو مش بس أن النتيجة كانت قريبة وكانت 2-1 وتخطف في آخر الوقت الإضافي لأنه فتح هجومه أو حاجم على أمل التعادل فطبعا بخبرات ريال مدريد بس المباراة كان من أولها يا محمد للفكرة النادي الأهلي كان لازم يخرج من الشروط الأول 0-0 الهدف اللي جه في الـ 42 وخطأ من متولي والكلام ده كان محتاج أن كولر والتركيز وده نقطة برضو لازم نعالجها عند كل اللعيبة وكل الفرق اللعيب المحترف بره بيبقى مركز طول التسعين دقيقة مش مجرد أن أنا قربت من المباراة فخلاص بيفقد تركيزي وبفقد الأولويات الفنية اللي أنا بقى أديها في الملعب لا كل الكلام ده لازم يكون موجود لحد ما الحكم بيصفر في نهاية المباراة النادي الأهلي كان ظهر بشكل طيب كانوا أخذ المباراة دي باستعراض أنه يقدم نفسه ويقدم الكرة المصرية والكرة الأفريقية بشكل طيب لأنه كان حديث العالم كله وكل الصحف الأسبانية كانت ببص على المباراة دي فالنادي الأهلي لا فنيا بشكل طيب أتمنى أنه حالة الحماس والشغف في البطولة دي لا تقلش في مواجهة فيلمينجو كنت لسه أسألك يعني اللعيبة لما احنا اتفرجنا على المباراة مع ريال مدريد شفنا لعيبة في الأول المباراة بنفس المستوى صحيح جم في الآخر شوية تركيزهم قال لبقى أنا معرش الدروب حصل إيه يعني فجأة لقينا جنين وراء بعض دخلوا هل النفسية للعيبة النهاردة ممكن تبقى منخفضة بسبب اللي حصل في ماتش ريال مدريد خلينا نقول أن ده بطل أوروبا يعني مش بيخسر من فريق قليل وكان بالمناسبة للسيناريو السنة الماضية وبالبقى خسارة من بيرن ميرخ بس بعد كده الناد الأهلي قدر يحقق البرونزية في النهاية وده المطلوب الناد الأهلي بيسطر تاريخ لنفسه قبل أي حاجة ثم للقرى المصرية بيشارك في نصف النهائي للمرات متكررة المرة الخامسة دي بياخد فرصة أنه ياخد للمدالية البرونزية المرة الرابعة في تاريخه وده هيكون إنجاز كبير أعتقد أن الناد الأهلي قادر على أنه يقدر يحقق أدوات ويعمل اسم تاني وإضافة تانية لأنه ده بيساعد جدا أشهز لي في قيمة تسوقية للناد الأهلي بيساعد جدا أنه بيعتبر أن المشاركة في مونديل الأندية دلوقتي بقيت زيها زي مشاركة دوري أبطال أفريقيا وأنه بحاول حقق إنجاز كبير وده أمر بنتمنى إن شاء الله يستمر في الفترة اللي جاءة في بداية دماؤ محمد مجدي أفشا ومحمد شريف قالوا أن هم سنائي متفاهم في نادي الأهلي وكانوا برضو مما لا شك فيه كانوا عاملين حالة في نادي الأهلي أول ما بهم مع الوقت بدأ الريت ينزل لحد إن البعض خلال الفترة اللي فات كان بيوجه لهم انتقادات كبيرة جدا وبيربطوا الموضوع بوجهة نظر كارلوس كيروشن هو كان مستبعاتهم من المتخفى يقولوا برجل كان عنده حق هل فعلا هو كان عنده حق ولا هل دي أزمة بيمر بيها اللعب زي أي لعب في العالم ممكن يمر بأزمات بأوقات يكون متألق وأوقات تانية يكون مش أحسن حاجة برافو عليك في الجزء الأخير ده كمان نضيف عليه جزء العامل النفسي هي موضوع فعلا المنحلة بتاع اللعب التصعد والهبوط ده بشكل طبيعي بيمر بيأي لعب ومش بس الاتنين دولار ده فيه سنائي كان من أهم من جوم النادي الأهلي في الوقت الحالي وخصوصا في بطورة كاسة العامل الأندية محمد هاني وحسن الشحات في الجابة اليمين وكانوا بيتعرضوا لانتقادات أكبر من كده في نادي الزمالك كان تعرض يوسف أماما نفس الفكرة ديت ولما راح احترف في السعودية ظهر وتحرر وشكل اللعب لما بيتعرض لضغوط نفسية هنا بقى درجة تقبل اللعب ودرجة أنه يتخطى المرحلة دي ازاي الجمهور بينتقدني أو أن في بعض الأراء بتنتقدني أو بستبعد من المنتخب أكيد بمر بمرحلة فكرة انعدام التزان فكرة أن أنا مش قادر أتخطى المرحلة ديت بس بعد كده المحترف بقى والفكر الاحترافي هنا هو ده اللي يقدر يتخطى الجزء دوت والعقلية بتاعته يقدر يتخطى الجزء دوت ويبدأ يرجع من تاني للمستوى الفني سنائي جايك جداً هي الفكرة بس أن مع تغير الأجهزة الفنية ومع تغير المدير الفنيين فيه مدرب مثلاً ما بيعتمدش قوي على مركز عشرة أو بيعتمد في توظيف أفشة بشكل مختلف لما بيرجع مدرب تاني بيديله الأرياحية وبيديله فرصته في الشكل فبيبدأ يرجع تانية طيب فيه مدرب بيحتاج المهاجم اللي بينزل تحت شوية أو بيقوم بدور الجناح وفيه واحد بيحتاج المهاجم اللي هو زي ما بيقوله كده رأس الحرب المتقدم فقط ما بينزل فهي الفكرة برضو مع تغير المدربين سواء كان مسيماني ثم بعده كولر وبعد كده في فترة من فترات مرحلة انتقالية بجهزة مصرية كل الحاجات ديت بتغير من مستوى برضو اللعب فنقدر نقول الجزء النفسي والعقلية بتاعت اللعب واختيارات المدير الفني هي ديت اللي بتتحكم فيه رتم أداء اللعب ما بينت صعود والهبوط بس هو سوناي طبعاً سوناي مميز جداً وأعتقد وجودهم في الناد الأهلي إضافة السلية يعني هنعوض إصابته إزاي؟ شوفي هقولك على حاجة هو عمر السلية من العناصر الجيدة جداً والعناصر الممبيزة في الناد الأهلي لو مقدرش يشارك فيه المباراة اليوم هيعتمد على حمد فاتحي وقالي وديانجا هيعتمد بشكل أكيد على أفش هيكون اللعب الثالث بتاعه فأعتقد ده الحل المنطقي والأقرب في مباراة زيدي طيب التشكيل المتوقع الناد الأهلي نهاردة هيكون إيه؟ مش هيختلف كتير هيبقى برضو بيعتمد على محمد عب منعم ومتولف قلبي الدفاع محمد هاني ومعلور طبعاً الشناوي لا خلاف عليه في حراسة المرمى السنية أو السلاسية على حسب زي ما قلنا جهازية السلية وقالي وديانج والجناحين هو بس التركيبة بتاعة كولر هي فكرة الجناحين هيعتمد على الشحات وعبدالقادر ولا ممكن يرمي برسيتاو في وقت معين ولا ممكن يبقى فيه طاهر ما حيبتت عبدالقادر كتنايمه خالص في المهاجم دي حقيقة كان في بعرضو زي ما قلتلك كأقول لك الحاجة هو مع تغير المنافس ومع تغير الماتشات بيبقى فيه ما بين صعود وهبوط في مستوى اللي المهاجم أنا بشكل شخصي أتخيل أنه ممكن يدفع بكهربا بس برضو محمد شريف ممكن جداً يكون ورقة يعني هي ما بين الجناحين والهجوم هو ده اللعب في تفكير مارس الكولر بقى العناصر هتكون ثابتة ما لم يعتبر أن المباراة دي مباراة أخيرة واحتفالية وكارنفالية فابدأ أدفع بعناصر تاني ديت بقى هتبقى متغير كبير جداً بقى لو شفناه في مارس الكولر طيب خلينا نروح بقى لنادي الزمالك وعايزين نعرف إلي بيحصل في نادي الزمالك وإيه سبب الخسارة مبارح؟ مش مبارح نادي الزمالك بيعاني من الفين تلاتة وعشرين لك أنت تخيالي نادي الزمالك على مستوى الدوري كاس مصر بطولة أفريقيا من أول مجرد إيه سبب الخسارات المتتالية؟ لا فيه طبعاً أزمة كبيرة أزمة كبيرة على كل الأصعاد بداية من مجلس الإدارة للناس القائمة على فريق الكرة جهاز الفني واللعبين نفسهم أغياب بعض العناصر التفريط في لعب زي إمام عشور وهو كان من أهم المحاور اللي بيعتمد عليها نادي الزمالك في حالة من حالة اللعيبة ما بقتش عندها الروح والحمية اللي تدافع بيها عن تشيرت نادي الزمالك وتدافع بيها عن الجمهور اللي بيحضر موجود في كل المباريات وبرغم النتائج السلبية محلياً وأفريقياً إلا أنه بيساند اللعيبة إلى أنه وصل مرحلة أنه يعني مش عارف يعني يعمل إيه تاني أكتر من كده فلأ في حالة غريبة جداً في نادي الزمالك لازم لها علاج ولازم لها يحصل عملية صور التغيير كاملة جوه النادي على الصعيد الإداري على الصعيد الفني على صعيد اللاعبين نفسهم لأن ده لا يرضي أبداً طموحات جمهور نادي الزمالك زي ما قلنا على الشأن المحلي أو للشأن الأفريقيا الزمالك بيكرر السيناريو للموسم الثالث على التوالي في دور المجموعات في أفريقيا بيعقد حساباته من أول جولة الزمالك هو اللي بيعقد حساباته وبيصعبها على نفسه من أول جولة يعني المفروض الطبيعي في وجود شباب الأزداد وفي وجود المريخ وفي وجود التراجي هي أصلاً مجموعة صعبة فأنت لازم تستغل التسع نقط بتوع ملعبك فلما بتلعب على ملعبك وأول مباراة وأول جولة لازم تاخد تلات مقاط بتخسر أو بتتعادل زي السنتين اللي فاتوا فبتعقد الحسابات على مدار الست جولات أتمنى إن شاء الله نادي الزمالك يتخطى الكاب وديات بس زي ما قلت هو بحاجة لصور التغيير شاملة جوه النادي المشاكل اللي حصلت الأزمات موضوع تغيير المدرب ورجوعه تاني بعد كم يوم عشان كده بضي يقول إن تغييرات كتير هاي دي اللي عامل المشكلة هو تغييرت فيريرا كان ربما تكون وصلت لمرحلة إن هي وصل لآخر ما قدمه فيريرا مع نادي الزمالك وكان واجب رحيله فحتى لو كان قرار رحيله 50% قطأ أو 50% صواب فقرار عودته هو أكيد 100% خطأ مش منطقي إن أنا أمشي مدرب وبعد 6 أيام أرجعه بداعي إن في مبادرة وإن أنا هلم الشمل طب الكابتون يعني المفارقة حتى الغريبة إن المباراة الوحيدة اللي فاز فيها نادي الزمالك في 2023 هي مباراة في يوتشار في الدوري اللي قضها كابتون أسامة نبيل باقي المباريات ما بين تعادل وخسارة في قيادة جسوال لوفيريرا مش تقليل من فيريرا ولكن هو فيه تركيبة غلط في نادي الزمالك عشان كده هلم يقول فيه ضرورة التغيير وجبت دلوقتي على كل الأصعدة وأتمنى إن ده يحصل في نادي الزمالك حتى على مستوى اللاعبين لازم يتم الدفع كمان بعناصر من الشباب خلاص المركات والشت وتقفل وخلاص ما فيش صفقات حتى الثلاث صفقات اللي جات لحد دلوقتي أزمة القيد مش معروف لها حل هيوصل لإيه فلازم يحصل تغييرات كتيرة جدا في نادي الزمالك لمحاولة استعادة الفريق تاني لمستوى اللي يرد جمهوري طيب سريعا تقييمك لمباراة الأمس فنية لا مباراة طبعا ضعيفة من نادي الزمالك زي ما قولنا نادي الزمالك خرج من المباراة ديت بخسارة خرج من المباراة ديت بمزيد من الإحباط عند جمهور إنه هو مش قادر حتى هل كانت المباراة في المتناول؟ كان من الممكن إنه هو يظهر في أكتر قلب بالمناسبة برضو فيه أخطاء فنية فكرة اللعب في الأطراف من جسوالدو فريرا عمر جابر لا سيد نيمار لا أنا هوادي ده هنا أمدافع بمحمد طارق في المباراة الأفريقية زي ديت ربما ما عندوش سكواد يساعده في القصة ديت ربما القيمة مش مساعدة أنه هو يرمي بأوراق تكتيكية في الملعب ولكن في النهاية أخطاء فنية أخطاء من اللعبين مفيش روح نتج عنها الخسارة وتعقيد أمور الفريق في الأفريق شكرا لك طبعا على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك